فضل دكتور محمد فريد أنا بشكر السادة المتحدثين والمعقبين كل الإسهامات وما قيل عن الأسواق بصفة عامة هي أمور في مجملها حقيقة وفي مجملها تتطلب بقدر الاستطاعة تدخل وتعديلات وتنظيمات بقدر الاستطاعة لكن هناك تعقيبات سريعة أريد أن أستوضح المعلومة للسادة اللي بيسمعونا أو نقول إحنا هنعمل فيها لأن كثير مما قيل اليوم هو في حقيقة أمره موجودة كانت في العرض التقديمي ولذلك لم نسهب فيها فيما يتعلق بإجراءات تصحيحية لتنشيط أسواق رأس المال وتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية أنا بس عندي تعليق تصحيح لي بعضا من المفاهيم إحنا فيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي محمود به أن هذا قانون كان قانون وليد صدر في 2014 نتج عنه أن أنت عندك عدد من الشركات وعدد من الجمعيات الأهلية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر منذ ذلك التاريخ حتى اليوم إحنا بنتحدث عن تمويلات خلال العام المنصرم فقط حوالي يمكن 35 مليار جنيه إجمالا لكافة هذه الشركات طيب كم مليون مستفيد؟ خمسة ونص مليون مستفيد فقط من الشركات والجمعيات المهنية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر طيب القطاع المصرفي أيضا هل بيمول؟ آه بيمول إجمالي تمويلاته قد إيه 33 مليار فمجمل تقريبا مجمل الاثنين يعمل حوالي 60 مليار هذا هو رقم ليس بصغير فيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي بس دي نقطة توضيحية أخذن في الاعتبار أخذن في الاعتبار أن هذا نشاط وليد أسس بصدور قانون التمويل المتناهي الصغر في عام 2014 فهذه هي قد تكون أحد قصص النجاح الرئيسية في عملية التمويل كانت تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة متوسطة لما عد لهذا القانون وأدخل عليه الشقين فدي نقطة بس توضيحية في المجالات الأخرى أتفق مع حضرتك يعني تيجي تقول لي تمويل عقاري أنا بس كنت عاوز أوضح أن بالذات يمكن في التمويل متناهي الصغر هو لا هو منطلق وكبير لما نجي نتحدث عن 35 أو 60 مليار مع هذه الأعداد فيعني بقيم تمويل صغيرة التمويل العقاري أتفق مع حياك وبالنسبة للتمويل العقاري والتسجيل العقاري أنا أعتقد يحضرنا اليوم رئيس التحاد التأمين مش كده سيد علاء الموجود أنا بش شايفه سيد علاء فإحنا من ضمن الأمور فيما يتعلق به التأمين إن إحنا تحدثنا عن ما يسمى بالتايتل إنشورنس ما هو التايتل إنشورنس هو التأمين على سند الملكية وده كانت إحدى الأمور التي نفكر بها لكن ما كانتش مفعلة في السوق المصري يعني لما حضرنا في الهاية العامة للرقابة المالية أولى الأمور التي تحدثنا فيها مع الاتحاد المصري للتأمين هو كيفية استحداث هذا المنتج المنتج ده عشان يعالج الإشكالية اللي دكتور خالد أشار إليها في عملية تسجيل العقارات طبعاً لأن إحنا عشان ننتظر لتسجيل العقارات عشان التمويل العقاري ينشط أعتقد هيبقى فيها إحنا منتظرين منذ صدور القانون في 2001 فهو قانون ليس بحديث قانون التمويل العقاري إحنا بنتحدث عن قانون صدر في 2001 وحدثت عليه تعديلات عدة وكانت هناك هيئة مستقلة تنظم التمويل العقاري آنذاك لحين دمجها مع هيئة سوق المال والهيئة العامة للرقابة على التأمين في 2010 بقانون الدمج أو في 2009 بقانون الدمج ما بين كافة الهيئات غير الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية فهنا أنا هو بوجه في هذا الاجتماع أن أحد المتطلبات الرئيسية من الاتحاد المصر التأمين هو دراسة كيفية استحداث هذا المنتج التأميني وبالفعل أنا قدر أقول له حضرتك إن كان في خلال اليومين المنصرمين عندنا اجتماع مع معيد التأمين لأن أعتقد سيد علاء لو تحدث يقولك مشكلة التأمين بصفة عامة هو منها يعيد التأمين على هذا المنتج دايما شركات التأمين ما بتاخدش كل المخطرة على قوائمها المالية هي بتاخد المخطرة وتعيد تأمينها سواء في الخارج ومعيد التأمين يعيد التأمين كانت دايما الإشكالية هو شركات إعادة التأمين ممكن يبقى لديها الرغبة أو القدرة على إنها يعاد التأمين ودي أعتقد بتدرس مش أعتقد هي بتدرس حاليا سواء في الهيئة أو مع الاتحاد لتفعيل هذا الأمر عملا لتنشيط التمويل العقاري لأن دي آلية تمويلية في غاية الأهمية بالنسبة لي نقطة هي عن حق لكن كانت يمكن شابها شابها ظروف مغايرة إنه السوق المال في 2006 و2007 و2008 وأنا كنت حاضر وأنا ذاك يعني في وزارة الاستثمار كانت من أنشط الفترات لكن هي اجتمع معها ظروف عدة ظروف عدة إن أول حاجة معدلات التضخم أنا ذاك كانت 3 و4% معدلات الفايدة صحيح يا سيد ماجد معدلات الفايدة كانت 5% و6% فيبقى فذي الحالة العلاقة الترضية أو العكسية ما بين انخفاض معدلات العائد وارتفاع النشاط في أسواق المال كانت ظاهرة في تلك الفترة وتزامن هذا الأمر مع أفضل الظروف العالمية لحين يعني الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 فكانت الظروف العالمية موتية عندك معدلات تضخم ومعدلات أسعار عائد منخفضة جدا شجعت مع أن الحكومة ودي نقطة أنا بأؤكد عليها أيضا وأتطفق مع سيد ماجد وسيد رامي إنه هو يجب أن يكون هناك طروحات لأن المرتين التي تم فيها تفعيل وتنشيط أسواق رأس المال أو البورصات كانت في بداية التسعينيات مع طرح يعني توسيع قاعدة الملكية للمستثمرين من خلال طرح الشركات أو في 2004 لما طرحت ثلاث شركات حكومية في سنة واحدة إحنا كنا بنتحدث عن يعني يعني أمو كوسيدي كرير والمصري للاتصالات فيبقى فذي الحالة والطرح الأولاني ما كانش بالأسعار الطيبة الموتية لكن الدولة ارتاعت ساعتها إن جزء مهم عشان أقدر أعيد الجاذبية لأسواق رأس المال إن أنا كنت أطرح هذه الطروحات واللي إحنا شفنا ببوادر لها بطرح شركة E-Finance فإحنا هنا يعني الإصراع بعملية الطروحات أعتقد أهمية يعني طيبة تتزامن مع أمور عدة يعني سنضيق التأمين على سبيل المثال اللي سيد يعني خليل تحدث عنها قانون التأميات ده التعديل اللي امتهى منه بمجلس الشيوخ اللي هو قانون التأمين الموحد قانون التأمين اللي حاجة بتشير إليه صدر في 75 اللي هو قانون التأمين سنضيق التأمين الخاص قانون التأمين العام أو شركات التأمين صدر في 81 في قانون موحد لتنظيم شؤون التأمين بصفة عامة ويتناول جانبا منه فكرة زيادة مكون الاستثمار لهذه السنضيق التي تستثمر في المجال طويل الأجل من خلال أسواق الأسهم لأن أثبت وأتطفق مع أستاذ محمود أنه هو الشمول المالي في حد ذاته بش هدف وده حقيق هو الشمول الهالي الشمول المالي ينتج عنه أن الناس تبقى في أيس يعني ظروفها أحسن واقتصاديا نتيجة يأما استخدامات للتمويل يأما قدرته على ادخار واستثمار في أدوات الملكية اللي هي الأسهم اللي بتدي عوائد طويلة الأجل أعلى من أي حاجة تانية فبالتالي عشان كده لما بنيجي ننظر لأكبر المستثمرين عالميا في أسواق الأسهم هم مين صندوق المعاشات وشركات التأمين ليه لأن معروفة أن على المدى الطويل الأفضل القنوات الاستثمارية والإدخارية هي من خلال الأسواق للأسهم الاستعلام والأمن لزيادات رؤوس الأموال أعتقد ده يعني أغلب الشركات هي مؤسسة وفقا لقانون الشركات وقانون الاستثمار فهتبقى يعني بوجه بقى دكتور هاني الموضوع ده مستوار محمد عبدالوهاب هو يقدر يجاوب حياة باستفاضة في هذه الجزائية يعني زيادات رؤوس الأموال بتتم في الهيئة أتطفق تماما على تعزيز التحول الرقمي دون الإدراك الكامل بأهمية التحول الرقمي في كافة الخدمات المالية وإدراك العناصر الشابة التي نتعامل معها اليوم ورغبتهم في الاستثمار أو الادخار أو الحصول على المنتج التأميني بصورة فيها يسر وصرعة تتواكب مع متغيرات العصر أعتقد هيبقى دايما عندنا إشكالية أتطفق مع دكتور هاني وسيادة النائبة نيفين فيما يتعلق به قانون اللي هو ما يسمى بالجي بي أل بي لو أو قانون ييسر على الشركات الاستثمار المالي في الاستثمار في الشركات الناشئة ده أعتقد من أهم اللي قد يكون التشريعات حتى وإن انتفقنا أن إحنا بش محتاجين تعديلات تشريعات كثيرة لكن ده إحنا محتاجينه أنه هو يعني تعديل أو تشريع ينظم للشركات تأسسها فيما يتعلق على مستوى شكلها القانوني يعني السيادة النائبة تحدثت عن أن فيه قرار هو ما كانش تشريع هو قرار قنصدر بيحاول أنه يعني يعالج هذا الأمر لم يعالجه أو لم يعالج هذا الأمر وفقا لهذا القانون أو وفقا للتطبيق الفعلي لهذا القانون أتطفق تماما أن قواعد القيد يجب أن ينظر فيها وبننظر فيها بالفعل فيما يتعلق تيسيرا على الشركات لإعادة القيد عشان نسترجع الأعداد اللي هي كانت موجودة واللي أتطفق فيها مع دكتور متحد أن في الفترة دي كان عندك أعداد شركات وأتطفق فيها مع دكتور هاني أيضا كان عندك شركات يجب أن نعملها فالخطة هي أننا بنستهدف وكل ده يجب أن يأتي في إطار مناخ عام للإستثمار ومناخ عام للنشاط الإقتصادي بالإصلاحات الإقتصادية اللي نحن بنأمل أن الحكومة المصرية تستمر بها بصفعة فهو النشاط الإقتصادي يعني ينتج معه إجراءات وتعديلات في القواعد التي تيسيرا على المستثمرين مع تمكين المستثمرين الصغار وغير الصغار من الدخول وشراء وثائق وما غيرها كل هذه المسائل المجتمعة ينتج عنها بإذن الله تطورات طيبة لكن أتطفق مع السادة الحضور والمعقبين على يعني كافة التعليقات والتعقبات وأتطفق أيضا مع سيدة النائبة نبين على يعني الحرص في النظر بشأن قانون التركيزات الإقتصادية الخاص بالمنافسة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد فريد صالح